اشتركوا في القناة في لحظات صعبة من بلاء وجهتها لنفسي أولا لأكبت شيطانها وأقمع بوادر التململ منها ثم وجهها صرخة للشاك المتأفف من القدر صرخة منه إليه صرخة تصرخها أعضاؤه والأيام الجميلة في حياته والنعم الكثيرة التي أنعم الله بها عليه لكن الطبع اللئيم أنساه ذلك كله وانشغل بالتململ من البلاء وكأنه يرى أن الله منعه ما يستحقه من نعمة فيما مضى من حلقات كنا نلتمس الرضا بالقضاء والقدر في الترغيب لكن الشدة تنفعنا أحيانا خاصة حين لا ينفع الترغيب فلا تنفر يا أخي من مواطن الشدة في هذه القصيدة وادخرها لليوم الذي يسوء فيه ظنك لتقمع النفس الأمارة بالسوء تقول إذا ابتلاك الله يوما بذنب منك رب لما ابتليت تشك بحكمة الباري الحكيم على سوء الظنون قد انطويت نسيت أيا أخ السوء الخطايا ألا فانظر على من ذا افتريت ألا لو لمت نفسك حين أورت لهيبا من لضاه قد اكتويت بذرت على السنين بذور سوء وتجزع حين تحصد ما جنيت وغرك من إلهك حلم دهر فما صنت الجميل وما استحيت أتبصر أيها الشاكي نعيما من الباري أمنك قد عميت أغير الله قد أعطاك سمعا فهمت به كلام من التقيت أغير الله قد أعطاك عينا بصرت بها طريقك فاهتديت أغير الله قد أعطاك رجلا ففي كل المسالك قد مشيت وتمسك باليدين كما تشاء وترسل بل وترمي ما رميت وتشكو باللسان وما اللسان تقلبه لتأكل ما اشتهيت ويكلأك الرحيم بحسن حفظ بلغت به أشدك واستويت ألم يسترك في ظلم الليالي وأنت بسوء فعل قد سعيت تحين وقت قد نام الأنام ويطلع الإله فمرعويت ألا تكفيك آلاء الجليل فتبقى كلما امتحن اشتكيت إذا لم يكفي هذا فأنت ميت وإن لم تدري بعد فما دريت وإن غمرتك أفضال الكريم ولم تروي الفؤاد فأنت ميت وإن لم يسر في دمك الثناء على نعم الإله فأنت ميت وإن لم يشفي صدرك صبر شوق إلى يوم الجزاء فأنت ميت فرد النفس عن قدر الخبير فرد النفس عن قدر الخبير وإلا فالمهالك إن أبيت وقل يا رب أنا لي بشكر يوافي ممتننت ومعتنيت وقل يا رب أنا لي بشكر يوافي ممتننت ومعتنيت ألا فاذكر نعيما سرمديا بغمس فيه إذ بك قد نسيت ستنسى كل بأساء وضر ستنسى كل بأساء وضر كأنك ما حزنت وما بكيت والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة